حلقة النهاردة هنعرف فيها ازاي تقدر تحصل على شارط التعقق الزرقاء على منصة انستجرام وبشكل قانوني يعني ايه يا عمي محمد بشكل قانوني لا الموضوع هيتطول شرخه فعلشان كده تابعني بعد الانترو وكالمعتاد اضغط لايك سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس وما تنساش ان انا شايفك وانت بتعمل شير طبعا يلا بنا على الانترو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم جميعا معكم المهندس محمد جمال ودي قناة الحرف طبعا احنا بتوع تكنولوجي احنا بتوع تقنيات يا معلق فلما نيجي نتكلم عن حاجة لازم نتكلم بالشكل القانوني علشان كده انا شفت كذا فيديو بيتكلم عن شارط انستجرام فانا واحد من الناس ما عنديش الشارط دي ومش بفكر فيها ومش نطلبها اساسة بس بعد شوية بحث اكتشفت ان مفيش حد يعرف اطلوبها اصلا حقيقي اغلب الناس ما تعرفش الشارط دي بتطلب ازاي فعلشان كده قررنا ان احنا نعرفك الموضوع كله بيتم ازاي في الفيديو ده تمام ركز معي اضربش كبات النسقافي الجميلة بتاعتك او ابعد عن النسقافي خلاه شب القهوة الجميل واتبع معي وما تستغربش انا بشرب القهوة في شاب قبات القهوة المهم يا شباب اول حاجة لازم تعرف الموضوع من البداية انستجرام في البدايات كانت بتدي الشارط دي للقناوات الكبيرة جدا ومشاهير العالم بس يعني ايه عمي محمد دي انا حتى لو قناتك يا بشا كانت لك انت عندك في خمسين ستين مليون متابع وانت مش من مشاهير العالم فمش هتاخد الشارط دي الكلام ده في بداية انستجرام في بداية الشارط دي فانستجرام كانت بتهتمد على ان هي بتكلمك بشكل شخصي وبتقولك انت هتحصل على الشارط الزركاء انما دلوقت الموضوع بقى مختلف بقى في ريبيتات بتعمل الموضوع ده في عناكب بحث وتبحث في الاتفا بتاعتكم وبتاخد العلامات الده الناس اللي تصحقها يعني وده وفر عن انستجرام كتير جدا من الموظفين لكن نروح للموضوع بشكل اسرع برضو وهو انت كل اللي مطلوب منك ايه معلم كل اللي مطلوب منك ان انت ما تقلقش وتيجي معايا كده على السريع تفهم ايه الموضوع اول حاجة انت هتدخل للصفحة الشخصية بتاعتك على انستجرام من الابليكيشن او من الويب سايت من ايه حتى بقى انت عايزة انت اود مالك بعد كده هتروح لعلامة الاعدادات وتضغط عليها وهتروح لنموذج طلب شارة التحقق الزرقاء بعد اما توصل للنموذج هتملى كل البيانات وعلى فكرة كل البيانات اجبارية وفي حاجة مهمة بقى اللي انا عايزة لفت نظرق ليها وهي اللي بتخليك تتقبل او لا البيانات اللي انت هتكتبها رازم تكون وقعية جدا وبخصوص الهوية الوطنية اللي انت هتبعتها البطاقة الهوية الوطنية العادية يعني بيلعبوا بيها بصراحة بيبعتوها هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية الناس دي بتترفض لان اصلا الهوية بتاعتك بالعربي وانت بتتعامل مع شركة اساسا مش عربية فخلي النقطة دي ببالك فاحسن حاجة تبعتها لهم كحاجة انترنشونال شوية وبروفيشنال وكلام من ده وهي جواز الصفا طبعا ممكن بعد ما تنفذ كل الخطوات دي ما يتم مش قبول طلبك مش عايزك تزعل ولا تقلق ولا تحط الموضوع في دمائك اشتغل اكتر على القناة بتاعتك وعلى الصفحة بتاعتك على انستجرام وهتوصل انهما كمان اللي هيكلموك لكن خط في دمائك الشارة دي عادية جدا مش بتميز حد عن حد كلنا زي بعض يعني اللي معه الشارة مطلع لهش ايد زي هادة اللي معهوش الشارة ما تخصمش منه رجل ولا ايه فاحنا بطبعتنا بنحب التميز اه لكن مش للدرجة ان احنا نافور في التميز ده مش للدرجة ان انا بشوف كمين من الفيديوهات الغريب اللي بتشرح طرقة عشان تخط بها الشارة دي في شكل معين او النظام معين بس المهم كل ده مش في دماغنا لحد هنا بها الفيديو خلص ما تنسوش تدعمونا بلايك شيل الفيديو سبسكراب للقناة وتفعيل زر الجلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة